المجهودات التي تقوم بها بلدنا للنهوض بوضعية المرأة فقدمت لهم الإنجازات الكبرى التي حقتها بلدنا تحت القيادة الرشيدة دي صاحب جلال نصره الله والعناية الكبرى التي يقولها الموضوع المرأة وولوج المرأة لجميع المجالات التنمية فتكلمت طبعا على خلال هذه العقدين المدونة للأسرة 2004 تكلمت على دستور المملكة 2011 لكي يكرس المساوات تكلمت على المراجعة للمدونة للأسرة الحاليا وأيضا قدمت المجهودات التي تقوم بها الحكومة فيما يخص الخطة الحكومية الثالثة للمساوات الخطة الحكومية للمساوات 2023-2026 التي تركز على التمكيل الاقتصادي على محاربة العنف وخاصة بنية تحتية للإيواء الاستعجال للنساء ضحايا العنف وأيضا الاشتغال على الأسرة لكي تكون داعمة للنساء وشكرا كارلا موراليس وهي نائبة برلمانية في الشيلي وعضو لجنة المرأة في البرلمان طبعا كان محور هذا اللقاء مع السيدة الوزيرة تبادل التجارب وتدارس أيضا عمل الحكومة المغربية في مجال حماية المرأة والتمكين للنساء وقد عرضت سيدة الوزيرة علينا البرامج التي تقوم بها الوزارة وهي مجموعة من البرامج الطموحة من أجل النهوض بوضعية النساء لها مكونات عدة من شق اقتصادي واجتماعي وأيضا تواصلي وقد استنتجنا أن هذا العمل الذي تقوم به السلطات المغربية عمل جبار وأيضا متناغم مع توجهاتنا الكبرى فكانت مناسبة من أجل تبادل الخبرات فنشكر سيدة الوزيرة على حفوة الاستقبال ونشكر أيضا الشعب المغربي على هذا الاستقبال والمغرب بلد جميل ومضياف وقد استمتنا حقا بهذه الزيارة ترجمة نانسي قنقر